يعني هو لو راحت مرة النهاردة في الجم بدون هرمونات مش هيحصل أبداً يشوف الشكل اللي انت بتشوفه البشعة ده ده فيه كمان حاجة تانية ده فيه كمان بيحقنوا نفسهم بمواد بتبقى لوكل أو بتبقى محددة لا لا ده حاجة تانية ده أخذ بالك لا ده هو ده هنا بقى بيهموا أنه الزيت الزيوت الزيوت دي ما بتمتصش في الجسم ولكن الجسم يبيعمل حواليها فيبروز يعني معناها بيعمل تلايف وتفضل موجودة في دخولها في الجسم يبدأ بيبقى فيه ما عندنا كده مايكروكلات اللي هي بيسموها الجلطات الصغيرة اللي ممكن تتحرك من مكانها تروح على الرئة تروح على القلب تروح على المخ أو أن هي تفضل مكانها لغاية ما الجسم يبدأ يتكون عليها بكتيريا داخل المكان ده فبتعمل صديد ولازم يتفتح عليها ويتم ايه شفطها طب انت بتاخد المكملات الزيوتية ليه عشان تربي عضلات ربي عضلاتك عن طريق التبرينات انت محتاج انك انت تعمل قوة زيادة ممكن فيه حاجات طبيعية كتيرة جدا ومحدش بيلجأ إليها يزاء ملكات النحل الشوفان الجنين الأمح الترفاس الحبة السودة كل ده حاجات موجودة في الأسواق وموجودة في الطبيعة والإنسان مننا لو استخدمها هتدي له نفس الإفاكت بتاع المكملات الزيوتية ولكن ملاجهة تأثير أنا بس عايزة أقول حاجة هو منظر أصلا العضلات الكتير ده بجد وحش حاجاتك اللي بيقولي كده لكن في ناس ثانية بيتبقى يعجبها المنظر ده وعشان كده الولاد بتاخدها ليه تؤترك تأتنشي عشان يشد بس نظر البنات اللي موجودين معاهم وخاصة لما بيبدأ فصل الصيف يجي ويبسوا الميوهات وينزلوا الساحل وإلى آخره فهو عايز يبرز مفاتنا هو بيتهيق له كده طيب يعني دلوقتي في حد يبقى بتفرج علينا بينزل الجن بقاله 17 سنة يقولك أنا طول عمري بأخد الحاجات دي ومحصل ليش حاجة والدليل على كده كان في زمن ألمانيا الشرقية وكان في ألمانيا الغربية لما توحدوا الألمانيا الشرقية كان معروفة أنها كان تدي كمية هرمونات غير عادية لشبابها ورياضيها علشان يطلعوا في الأولمبياد ويحققوا مكاسب لما توحدت الألمانيا ألمانيا اللي هي الجزء الغربي أول حاجة عملتها دورت على كل الرياضيين اللي كانوا بيطاعات ومنشطات اللي هي بقصوط بها الهرمونات وبدأ يدلهم تعويض عن السرطانات اللي حصلت لهم نتيجة تعاطي ماشر عندنا أسماء كتيرة جدا بدل ما نعرض أسماءها منهم ممكن ابن فنان مشهور مات من فترة نتيجة المكملات الغذائية زميل عندكم كان في مزيع في إحدى المحطات تلفزيونية أو النمس الكلام يوتيوبرز إلى آخره الترزن الغربية مش عارف إيه الناس دي كلها في فترة وجيزة جدا بتموت نتيجة تعاطي المنشطات اللي هي بنقصد بها الهرمونات اللي بتبقى ملوسة للمكملات الغذائية المكملات الغذائية النهاردة انتشرت انتشار غير عادي في المولات وفي الصيدليات وطبعا الأندية الصحية بتباع فيها الكلام ده عادي جدا مبارح تحديدا كنت في الجيم فيه زي علب فضية حطين فيها زي باودر كده نصها بتاخدها تملاها مية ترجعها تشربها الجيم كله بيشتريها أولا ما فيش رقابة صحية على هذا الأمر ثانيا احنا ضمنين ده الجوة إيه هكذا بتكلم على الايه؟ على الوي بروتين وعلى الكرياتين وعلى الكلام ده ولا بتكلم على مكملات أخرى؟ أنا بتكلم على هذا الكلام